أسألك سؤال أكثر دقة نعم التقيت يا صدام عسين بشكل شخصي يعني عندك علاقة ويا يعني يعرفتش يعني معرفة شخصية مثلا نعم يعرفنا كعائلة وعدنا عدة لقاءات شخصية ويا أكثر من مرة وعلى مدار سنين وحتى الأولاد يلتقي بيهم أولاد منه أولادكم يعني مثلا ملاحظة مرة ضمن وحدة من اللقاءات انتبهي على مروة قيدي هذا الكلام لا تسمن هي كانت سادس ابتدائي يعني دقة الملاحظة اللي عنده فأكو معرفة شخصية شو ننضي باعاتش عن شخصيتك يعني يعني احنا سمعنا من كثير من الناس انه هو يعني ديكتاتور هو شخصية غير اتيادية هو يعني يعني بقتل أو معرفة إيش يعني كل الصور السلبية نعم احنا سامعيها عنها يعني بما أنه أنت جنابتش يعني ملتقي بي استغل هذا الحوار أيضا أريد أعرف هي أكيد راح تكون شهادتي مجروحة لأن أنا شخصيا إلى أن أموت هذا الشخصية اللي أعتبرها فذة قادة البلد وعمر وبنى ما أقدر أقول عنا غير الله يرحم مكان ماشي بالبلد بشكل صحيح أنا ما يعني أريد أقول ماكو أخطاء كل نظام كل نظام بالعالم عنده سلبيات وعنده إيجابيات فهذا الموضوع موجود عند كل الأنظمة ولكن هذا موضوع قتلوا ديكتاتوري وإحنا يعني بصراحة أنا ما شايفة هذا الجانب لأنه تحبيه لا هي مو مسئلة أو أنتو كعائلة تحبوه لا هو كقائد بغض النظر أنت من تأخذه هذا الشخص يمثل العراق هذا يمثل العراق بنا بنا دولة قوية عندها سيادة عندها مكانة بين الدول يعني بكل بكل نواحي الحياة هو تطور وطور وطور لذلك أقول أنه كان من الرؤساء الناجحين اللي ينحسب لهم إحساب على صعيد المعرفة الشخصية هذا وحتى على صعيد العمل يعني لما يكون أكو شغل مباشر تشوف هذا الشخص أولا مستمع جيد هادئ جدا وقور إلفة طلة وهيبة مميزة يعني يفرض يفرض احترامة إحنا مو دا نحتي ريد اللمع صورته لا 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 ولا ريد يعني نقاطي فدهالة كبيرة بس حقيقة هي هو هذا صدام حسين يعني ليش ما نقول أنا أقول هذا هو بنو طور وعل وسوه واي أشياء